السلام عليكم ورحمة الله أنا إبراهيم الوادعي سماعة جالكسي بودز 2 سماعة مواصفاتها ممتازة وسعرها متوسط بين نسخة البرو ونسخة لايف سماعة تصميمها جميل ومتوفرة بعدة ألوان جميلة وفيها الكثير من الميزات اللي راح تشجعك تشتريها خلوني أقول لكم بتجربتي معها عندنا في العلبة سلك من نوع تايب سي والسماعة ورؤوسي تغيير حجم رأس السماعة حتى تتناسب مع حجم أذنك تصميم علبة السماعة جميل يدعم الشحن اللاسلكي ومتوفر بأربعة ألوان كلها ألوان جميلة من أجمل السماعات اللي استخدمتها حتى الآن بالنسبة لحجم العلبة حجم صغير أصغر من حجم نسخة البرو ونسخة لايف طبعا إذا ما كنت مخطئ تصميم جميل سهل الفتح بيد واحدة ووزنه خفيف عندنا في الأمام إضاءة تخبرك بحالة البطارية وفي الأعلى عندنا شعار سامسونج ويوجد حول العلبة خط أسود وهذا زاد من جمالها وعندنا في الخلف منفذ الشاحن من نوع تايب سي وفي الأسفل عندنا معلومات عن السماعة أوكي نفتح العلبة فتح العلبة سهل وتقدر تفتحها بيد واحدة السماعات موجودة داخل العلبة مثبتة بمغناطيس حتى ما تسقط من العلبة وأيضا حتى يساعدك على أرجاع السماعة تصميم السماعة جميل مثل تصميم سماعة البرو خفيفة الوزن وأنيقة الشكل لكن بنسبة لحجم السماعة أشوفها ما نسبت حجم أذني بشكل كبير لأنها غير ثابتة في أذني بشكل كبير حتى لغيات الرؤوس نفس المشكلة نسخة البرو كانت ثابتة في أذني بشكل أكبر وأيضا مريحة أكثر للأذن السماعة مقاومة للعرق ورذاذ الماء وتدعم نظام النقرات حتى تسهل عليك وتسرع استخدام السماعة صوت السماعة ممتاز من شركة AKG صوت قوي وواضح من أفضل السماعة الموجودة في السوق بالنسبة للعزل السماعة اللي الضوضة اللي حولك جيد عندك في التطبيق ثلاثة درجات للعزل لكن العزل في نسخة البرو أشوفه أفضل طبعا ما نصحك تخلي العزل على أقصى درجة لأنها بعد فترة راح يخليك تشعر بالصداع وتقدر تفعل العزل في سماعة واحدة هذه الميزة عجبتني بالنسبة للمايك ممتاز كل سماعة فيها ثلاثة ميكروفونات راح تعطيك أداء ممتاز مشابه لمايك الجوال أوكي السماعة تدعم الاتصال التلقائي بالجوال عند فتح غطاء العلبة وتقدر توصلها بجهازين في نفس الوقت وتبدل بينهم بكل سهولة لكن لازم تكون الأجهزة من سامسونج وأيضا عند السماعة تطبيق للجوال تقدر تتحكم فيه بالكثير من الميزات مثل التحكم بقوة العزل وتخصيص النقرات وغيرها التطبيق متوفر على نظام الأندرويد وللأسف غير متوفر على نظام الآيفون لكن السماعة تعمل على الآيفون وتقدر تتحكم ببعض خصائصها أوكي بطارية السماعة أعطتني 5 ساعات و20 دقيقة من الاستخدام مع تفعيل العزل وبدون العزل أعطتني 7 ساعات ممكن تعطيك البطارية مدة أقل أو أكثر على حسب طريقة استخدامك للسماعة وأيضا على حسب مستوى الصوت وبالنسبة للعلبة أعطتني 20 ساعة ما يقارب 4 شحنات للسماعة أوكي خلاصة تجربتي مع السماعة أنصحك تشتريها إذا كنت تبغى سماعة من سامسونج يكون سعرها ومواصفاتها وسط بين نسخة البرو ونسخة لايف السماعة ممتازة صوتها قوي ونقي وبطاريتها قوية وتصميمها جميل طبعا أنا دائما أنصحك تشتري السماعة اللي من نفس شركة جوالك لأنها رح تعطيك توافق وأداء أفضل وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المراجعة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك